المكان مجلس الشورى والعائلة عائلة سيف الحدث خروج تظاهرات ضد قانون التظاهر والقبض على مناسيف قبل الإفراج عنها ثم توجيه الاتهام لعلاء وأخرين ثم خروج تظاهر للإفراج عن علاء فيتم القبض على شقيقتهم الصغرى سناء أتوجه السيسي للأمم المتحدة فيتم الإفراج عن علاء وتبقى سناء لتحصد حكم بثلاث سنوات اليوم ينضم إليها أخوها علاء بالأمس غرّض علاء عبد الفتاح على حسابه على تويتر قائلا هي تويتر فعلا مش مؤثرة لإعلام وتوجه بيركز عليها وافتعال مشكلة كغطاء عشان نويين يحبسوني قريب وقال كلام تاني بس ما نقدرش نقوله نحقق ما أو قد تحقق ما توقعه علاء وأجلت المحكمة اليوم القضية وأمرت بحبسه على ذمتها من جديد أنا رايح بكرة على السجن كلمة كتبها النشط المصري على عبد الفتاح قبل يومين من إعادته لمحبسه بعد شهر واحد فقط من الإفراج عنه وبعد أقل من 24 ساعة على الحكم على شقيقته سناء بالحبس سلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون التظاهر محكمة الجنيات قضت بتأجيل القضية المعروفة إعلامياً باسم مظاهرات مجلس الشورى إلى الحادي عشر من نوفمبر وإعادة حبس 24 من المتهمين في القضية في الوقت ذاته أعلن فريق الدفاع عن علاء اختفاءه وعدم وصوله لسجن طرى مع باقي المحكمين في القضية بينما تواترت أنباء ما زالت غير مؤكدة عن إحالة علاء لمحكمة عسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة علاء ابن الثلاثة والثلاثين عاماً حفر اسمه في مسيرة الحراك الثوري منذ عام 2005 عندما دشن أولى المدونات المصرية والتي حملت اسمه وزوجته منال وعلاء وكانت مشاركته في مظاهرات دعم القضاء عام 2006 أولى محطته للاعتقال التي توالت بعد ذلك وكان علاء من أوائل من ردده هتاف يسقط حكم العسكر بعد ثورة يناير وطالب بمحاكمة عدد من قيادات المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد إسقاط حسن مبارك بتهمة قتل المتظاهرين تلك المطالبة التي دفعت بتوجيه اتهام لعلاء بالتحريض على التظاهر في أحداث مسبيره وحال السجن بينه وبين مولد ابنه خالد علاء عبد الفتاح حمل لواء مواجهة المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد الثورة ودشن مع أختهمون حملة لا للمحاكمات العسكرية ومع الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة قاد علاء حملة ضد عودة النظام السابق وأطلق دعوة لعدم انتخاب المرشح الرئاسي أحمد شفيق وبعد أيام اتهم علاء وأخته منا وعدد من النشطاء بحرق المقر الانتخابي لحملة شفيق علاء ينتمي لأسرة لها بصمة في تاريخ النضال المصري فوالده هو الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام الذي توفي الشهر الماضي بعد حبس ابنه علاء وابنته الصغرى سناء ووالدته ليلى سويف أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة وعضو حرقة التاسع من مارس وكما كان معارضا لمبارك ومن بعد المجلس العسكري مارس معارضته ضد جامعة الإخوان المسلمين بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم وكان علاء داعما قويا لمظاهرات الثلاثين من يونيو التي استغلها الجيش في الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب لكن بعد مسبحة رابعة التي قاضها الجيش المصري ضد رافض الانقلاب اختلف موقف علاء وعقب صدور قانون التظاهر الذي شكل أول حجر في تقييد حريات التعبير خرج علاء بمظاهرة رافضة للقانون أمام مجلس الشورى فوجه له الاتهام بخارق قانون التظاهر وسرقت جهاز لاسلكي تابع لأفراد الشرطة وقبل سفر أول رئيس منتخب بعد الانقلاب العسكري لأمريكا الشهر الماضي صدر قرار بالإفراج عن علاء من باب تحسين وجه النظام أمام المجتمع الدولي علاء الذي رشح الشهر الماضي لجائزة سخاروف التي تمنح لمن كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان عاد للسجن وعادت من جديد دعوات التضامن الحرية لعلاء ولم نقشة هذا الموضوع نرحب بدوه في نفسيديو مصر الليلة وليد عبد الرؤوف عضو اطلاف شباب الثورة سابقا والمحامي وأيضا أرحب بأحمد نفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة أهلا بكم كما أرحب أيضا بالأستاذ أسامة خليل الناشط الحقوقي يعني أبدأ أولا بالمحامي وليد عبد الرؤوف أستاذ وليد أنت من المقربين لأسرة علاء عبد الفتاح ويعتبر أستاذك المرحوم سيف الإسلام نعم أرحمه الله ملابسات هذه القضية في محاور سريعة كده تصل إلى المشاهد عشان هذه الملابسات توصل إذا كانت هذه القضية مبنية على أسس قانونية ولا الهدف منها إيه؟ طيب الاتهمات الموجهة للـ 24 متهم تنحصر فيه قانون يعني خرقون من قانون التظاهر والتجمهر في نفس ذات الوقت الاعتداء على المقدم عماد طحون وسرقة جهاز لاسلك منه كل المتهمين مجتمعين وقاطع الطريقة العامة أعتقد بمنتهى البساطة في شهادة يعني أنا بس هتطرق لشهادة عماد طحون عماد طحون لما قال إن في 30-35 من المتهمين جم ضربوني اللي كانوا بيتظاهروا جم ضربوني وطرحوني أرضاً واعدوا ضربوا فيها بأيديهم ورجليهم وهو مرمي على الأرض وبعد كده فهم؟ وما شافش فيهم علاء سمع واحد بيقول لواحد يا علاء يا عبد الفتاح ما تضربوش بالإفل على دماغه ده من هنا جاء على عبد الفتاح أو تم حشر على عبد الفتاح في القضية بهذه الجملة تقرير الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي تقرير المستشفى اللي تعرض عليها المقدم عماد طحون بعد الاعتداء عليه مباشرة مباشرة توصفها كده كادمة أسفل الظهر تحتاج علاج بالفولتارين علاج بالفولتارين يعني فيه 35-35 وتعرف على الـ 24 متهم الآخرين دون علاء عبد الفتاح اللي تعرف عليه من اسمه يا علاء يا عبد الفتاح ما تضربوش بالإفل على دماغه يعني أنا بتكلم دلوقتي طب أنت عندوكو حاجة في القوناة اسمها منطقية ما هو ده تحديدا اللي احنا دفعنا به عقلانية الحدث ما هو ده تحديدا ده تحديدا بعد ما تم القبض عليهم تم دفع لما خدنا إخلاء سبيل ليهم في أول مرة واستأنفت النيابة وجينا ترفعنا تاني دفعنا بعدم منطقية وتصور الواقع يعني كيف تصور اسمحنا أتحاول أستاذ أحمد مفرح أستاذ أحمد طيب إذا كانت هذه القضايا تصاغ بهذه المنطقية وهذه العقلانية يعني الموضوع ممكن تقرأه إزاي كناشط حقوقي ومحامي بسم الله الرحمن الرحيم للأسف الشديد نقرأه في إطار مزيد من القمة لك أن تعلم الغريف في الأمر أن علاء فتاح الآن الأمر الأعجب بأن نفس المحكمة التي أمرت بإخلاء سبيله كانت أيضا بنفس الصفة وبنفس الدرجة التي أمرت الآن بإخلاء القبض عليه وبالتالي فنحن لدينا الآن شيء في غاية الغرابة كيف يتعامل القضاء وكيف تتعامل السلطة القضائية مع هذه النوعية من القضاء خصوصا وأنه إذن القرار السابق كان قرارا غير منضبط القاضي الآن يقول بأن قرار لضاء السابق للمحكمة السابقة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة وخرجت عن التعامل مع القضية الآن القاضي قاضي آخر يقول بأن هذا القرار قرار خاطئ ويأمر بقاء القبض عليه هذا أولا النقطة الأخرى الآن ما هي السبب هذه الأزمة هذه الأزمة الكارثية يكون لا سببها قانون تظاهر هذا القانون القمع الذي حتى الآن يتم القاء القبض على أستطيع أن أقول المئات من القضايا والمئات من الأحكام الغير طبيعية التي صدرت بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر أعلى أفتاحه والأربعة عشر معاه هي أكبر قضية حكم لفئة الرجال لكن تعلم أن هناك سيدات تم الحكم عليهم في قضايا تظاهر بـ 25 سنة سجن وبالتالي فمثل هذا الكم من الأحكام ومثل هذه المدد الغير طبيعية تأتي في إطار غير طبيعي لقانون قمع دعني أتحول إلى الأستاذ أسامة خليل المحامي والنشط الحقوقي معنا عبر الهاتف أستاذ أسامة يعني أنت أيضا من المتابعين لهذه القضية قضية على عبد الفتح أو عائلة سيف يعني ماذا تتوقع في الأيام القادمة وإجراءات هذه القضية خاصة أن كان فيه 23 ناشط بالأمس وناشطة تم الحكم عليهم بـ 3 سنوات وغرامة قدرها 10 تلاف جنيه بالنحية أحنا بنمر بأيام عصيبة في المجتمع المدني المصري من قبض يعني عشواهي وقبض وقمع شديد بيحدث في مصر الآن والمشكلة الكبرى هي أعلاع بفتاح في مصر أتصور أن أعلاع فتاح يعني بيعمل مشكلة كبيرة في مصر للنظام أنا مش عارف له أعلاع أخواته أعلاع فتاح المفروض أنه يعني كان بيتحاكم على زمنة قضية ومثال زي بحضرتك بتقول دلوقتي مجموعة من الناس بيروحوا في قضايا تظاهرات محكمة الجنح ومجموعة أخرى إلى محكمة الجنات ليصدر حكم في الجنح بالحفص ويصدر في الجداد بالعقوبة حتى 25 عام كما تحدث زميلي في السلحة فإسمحني أنت حضرتك اتكلمت يا أستاذ أسامة عن المجتمع الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني أين هي من هذه القضايا يعني فين الدعم اللي كان بيكون في ظهر كل هؤلاء النشاطاء قبل ذلك والله يوم الدعم موجود والزملا موجودين وبيحضروا الجلسات ولكن للأسف الشديد القضاء المصري هو قضاء مسيس له الغالبة حتى الآن على المجتمع المدني الحقيقة إنه لما نبص كده القضاء المصري في أحوال سابقة لمحمد سلطان عندما تم أبسو على زمة القضية ويظهر القاضي قرارا بأنه لا يبص حركه إلا بالمصول أو رجوع له كأن هذا المبتهم محبوس على زمة القاضي ليس على زمة القضية القضاء المصري في مصر يدور يعني إجابا وعدما أو سلبا وإجابا على موضوع هو الذي يحركه فقط كل وبالذات الدوائر التي تحكم يعني دوائر الإرهاب هذه الدوائر التي مبدأت حديثا في مصر هي دوائر تصدر أحكامها من باب القاض وليس من باب القضاء شكرا جزيلا لك أسامة خليل المحامي والناشط الحقوق كنت معنا عبر الهاتف أعود إلى الستوديو مع الأستاذ وليد عبد الرؤوف أستاذ وليد طيب في ظل يعني الجديد في المشهد القانوني والمحاكمات العسكرية وتقنين القضاء العسكري وتحويل المنشآت المدنية إلى عسكرية بهذه الصيغة التي أقرها السيسي هل ترى أن يكون فيه أبعاد على قضية تعالى عبد الفتاح وغيره من النشطاء السياسيين لا أنا أعتقد أن ما تم تحويله القضاء المدني فأمام القضاء المدني إحنا من بكرة نواجه حقبة جديدة من يعني شكل جديد من التحاملات يعني تحويل هذه القضية مثلا في موضوع الاعتداء على السلك بتاع الجندي من الجنود أو الاعتداء على مجلس الوزراء هو من المفترض من المفترض القوانين القوانين يتطبق بأصل رجعي ولكن اللي حصل النهاردة أو القانون المشروع بقانوني اللي تم إصداره النهاردة أو القرار اللي تم إصداره النهاردة هي بيقول تحديدا كده إن اللي هتظهر في الجامعة هيتاخد اللي لو عدت الطريق لو عدت الطريق لأن الطرق والكفير لو أنت بتعدي كبري وظابط ما عدي وانت معجب يعني شكلك معجبوش يبقى أنت كده تقع تحت طائلة هذا القانون عسكرة الدولة إن الدولة حاليا مصر حاليا أصبحت جمهورية مصر العسكرية هل ترى لذلك أستاذ أحمد من تأثيرات على القضايا المثارة الآن داني أقول لك بالتأكيد المناخ القمعي تبقى للقوانين القمعية التي تمت من بعد 3 يوليو وحتى الآن أثرت بشكل كبير جدا على الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالقاء القبض على الأشخاص ووضعهم في أماكن احتجاز وغيرها لكن تلم أن قانون تظاهر هذا وكان قبل قانون جعل الحبس الاحتياطي مفتوح المدة التغييرات التي تمت قانون الاحتياطي الجنعية أثرت بشكل كبير جدا على وضعية القانونية للمعتقلين مداخل أماكن الاحتجاز وعددهم من الأسف الشريط نعم نتحول إلى رأي الناس سريعا مع عمر حسن إليك عمر ماذا قال لك المشاهدين رواقع إيمان يعني هو الهاشتاج مستمر هاشتاج مش جديد هو هاشتاج فري علاء كل التغليدات اليوم على هاشتاج فري علاء مثلا يقول وجدي يوسف تشتهر جمهورية مصر العربية بحبس على عبد الفتاح وأيضا إسماعيل لوي يقول هاشتاج فري علاء بلا نهاية هو مستمر أيضا هذه التغريدة أو هذه التدوينة على فيسبوك أحمد سعد على صفحاتنا يقول علاء عبد الفتاح العامل المشترك بين كل الحكومات والرؤساء المصريين أيضا فاتن تقول الواحد ما بيلحقش يشيل هاشتاج فري علاء أم إبراهيم لها رأي مختلف في الواقع هي بتقول خليه مشربه من السيسي مش كان مرسي ديكتاتور يلا قالهم الحنين نور عينيهم فيه لكن التشفي مع أم إبراهيم أمر أبو يقول الآن هو وقت تصفية الحساب للجميع ولا عزاء لمن بارك الانقلاب ومع تغريدة سريعة جدا على فيسبوك عباد الجندي يقول جذوة الثورة تزداد اشتعالا بوقود واحد هو تضحيات الأحرار أيمن كما هم مبدعون دائما الذين يشاركون في التواصل شكرا لك عمر حسن ولمشاركيك وأشكر ضيفية وليد عبد الرؤوف المحام وعضو اتناف شباب الثورة سابقا وأحمد مفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة شكرا جزيلا لكم مع عرضنا في مصر ليلة مدواصل معكم وفيه بعد الفصل القضاء المستعجل يقضي بفرض الحراسة على نقابة السابق بدعوة وجود عضاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بين مجلس إدارتها ومراطبون يعتبرون الفقم خطوة على طريق وضع يد الدولة على التنظيمات النقابية ترجمة نانسي قنقر